نظمت مدرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أم الرضا الجديدة التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط وذلك ضمن جهود المبادرات الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وقال الدكتور سيد عبدالجواد مدير مدرية الصحة بدمياط قال إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة بايروس كورونا مركز كفر البطيخ فيه مستشفى مركزي بيبعد عنه القرية بمسافة حوالي 22 كيلو متر طبعا ده بتبقى من الأماكن المستهدفة بالخدمة القافلة العلاجية تسهيلا على أهلنا من كبار السن ولما بدرش وصل الأرب مستشفى مركزي قافلة العلاجية بتتميز بأنها مجانية تماما نتيجة إن هي بتقدم الخدمة بداية من قطع التسكرة إلى انتهاء الخدمة بالمجان بدون أي تكاليف على المواطن والتكاليف مش بنعتبرها مادية بس لا مادية كمان وإن هي الخدمة سهلة المواطن ما بيستهلكش لوقت ولا جهد كبير بحيث إن هو يوصل للخدمة بتاعته على أكمل وجه الكافلة هنا تم الإعداد لها منذ أسبوعين لنشوف الاحتياجات اللي احنا محتاجينها في العيادات التخصصية لقينا إن احنا محتاجين هنا 12 عيادة زي عيادة تنظيم الأسرة خطبنا وزارة الصحة مشكورة دعمتنا بالعيادات المتنكلة المجهزة بالأجهزة الطبية في كل عيادة حسب التخصص دعمتنا بعيادة أسنان، عيادة جلدية، عيادة عظام، عيادة نسة بالصنار، عيادة بطنة بالصنار، عيادة أنفق زنو حنجرة جماعة خصوصات موجودة معنا هنا في هذه الكارية أول مرة أجل كافلة الطبية وشايف النظام طبعا ما شاء الله 100% وكل حاجة تمام وما فيش أحسن من كده وطبعا المجابلة كويسة والاستقبال كويس وما فيش أي مشاكل بالنسبة لكافلة الطبية وما فيش تأخير ولا فيه نظام في الدساكر وفيه وقت كويس يعني الواحد ما بيستغرقش أكتر من عشر دجايق بيكون الدسكرة في إيديه وطبعا الدنيا تمام وعلاج مجاني وما فيش أي مشكلة من ضمن الخدمات اللي مقدمها لقرية المرادة الجديدة القافلة الطبية اللي مش أول مرة كون موجودة لا كانت موجودة من تقريبا من فترة قريبة والنهاردة موجودة وإن شاء الله مع وعود السادة المسؤولين ومع وعود السادة الموجودين المحترمين اللي هي هتنزل تاني وهتنزل تالت وهتنزل رابع القافلة جميلة والناس كلها قالوا إن هنا كاشف حل وإحنا جينا مبارح كشفت عليهم النهاردة بعمل لهم تحليق قافلة طبية أو غيره أو أي مشاريع من مشاريع الدولة ما شاء الله حاجة ملموسة جدا جدا للمواطن وحاجة فعالة يعني النهاردة القافلة مثلا أما سمعنا عنها من 4-5 أيام مثلا في القرية ندهوا في المساجد أو أعلنوا على صفحات الفيسبوك أو النت أو كده قالوا كل التخصصات ما شاء الله فعلا كل التخصصات موجودة وحاجة صدقة جدا والناس متعاونين جدا 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 اشتركوا في القرية